اه مساء الخير انا محتاجة مساعدتكم ابني عنده 6 اثنين ونص وعندي بيبي جديد عمره 3 شهور الكبير كان شائي جدا لابعد الحدود وعنده طاقة مش طبيعية وهيبارة فظيعة بس لغاية قبل مولد كان ابتدى يهدى ويعقل شوية لكن بعد ما اخوه شرف بقى مجنون فعلا وشأوته اضعاف اضعاف الاول مش قادرة اوصف لكم فعلا رغم اني انشغلت مع اخوه الصغير بس بحاول بكل جهدي اديله برضو من وقته يمكن من زي الاول طبعا بس بحاول محسسوش بفرق لكن مفيش فايدة وانا تعبت جدا ومش قادرة اسيطر عليه علما ان بابا سافر فجأة وانا الواحدة في الحوار ده وبابا بات معظم الوقت وبيبقى مسافر يعني بتقولنا بابا بات لوحداني وبابا مسافر فمش عرف تعمل ايه كان في مسلسل تعرض من كم سنة كده من كم سنوات يع اسمه قصة الامس كان اخرجه سازي نعم محمد علي كان هو في الهم شهين ومصطفى لا مش الخيانة قصة الامس والسؤال ده فكرني بقصة الامس السؤال ده اللي هو كل الامهات اللي عندهم الكيس الحالة دي ما بتكلمش انا عن الولد الكبير والد صغير لا انا بتكلم على ان يكون فيه فرق سن ما بين الاتنين ويكون الام هي اللي واخد المسئولية بشكل كامل لان الزوج مسافر وتفسير تصرفات الطفل على انها ليها علاقة بقدوم الطفل الصغير تمام الموضوع ببساطة شديدة جدا هي دي قصة زي ما بنقول كده متكررة روتينية بتحصل في كل البيوت لكن الجديد بقى ان احنا نعرف نتعامل معها بطريقة صحيحة ازاي اول حاجة طفلك اللي عمره ست سنين لو هو ما عندوش اخ لسه مولود انا بسألك انت بقى استاذة فاطمة دلوقتي ايه كصاحب التجربة رائدة في عالم الامومة والطفول لو طفل عنده ست سنين وما عندوش اخوات متوقع انه يكون شائي وبيتعفرت وما بيعودش على بعضه ولا هيبقى رزين ومفكر لا هيبقى مش عيال رزين ومفكر يبقى مبدئيا طفلك بيتصرف طبيعي بحسب ما يملي عليه عمره خاصة انه اكيد اختبر مسألة دخول المدرسة والمدرسة قلبت اونلاين فبالتالي اصبح الطاقة اللي هم كانوا بيقضوها في الدراسة بشكل نظامي يعني جوه المدارس وبيروحوا ويجوا قاعد جوه البيت فهم بيرقوا طبعا مع وجود الكورونا فبقى فيه طاقة كمان زائدة هو بيحاول يطلعها في شكل تصرفات غير موزونة وغير مبررة وغير مفهومة وده حال كل الامهات تقريبا يبقى اول حاجة ده ملوش علاقة بالطفل تاني حاجة حضرتك قلتي في السؤال بلسانك انك انشغلتي مع اخوه وده منطقي لان الاب مبقاش موجودة مفيش حد شايل معها الكافة بالزابط كده فانتي لازم تبقى عارفة ان ده هيبقى له قصار فانتي لازم تفكري كويس قوي انه الطفل الصغير ده احتياجاته الرئيسية يا فاطمة بتتغطى بشكل اساسي من خلال الرضاعة والنوم يعني هو عايز يرضع وعايز ينام وعايز يبقى مغير يعني يبقى كويس انا ليه بقول كده لان فيه امهات لما بيخلفوا بيبي صغير بيبقوا مثلا شايلينه تقريبا 14 ساعة فده بيبقى مسير للدهشة واحيانا للغيز عند اي طفل تاني مش عند ابنها بس لانه هو في الاخر رعايتك لطفلك الصغير هي مش شايلاني ليه مش حادناني ليه زي بالزبط كده فبيبقى فيه جزء كبير طب اقول حضرتك على حاجة لما بروح ازور حد عنده طفل بيبي واشيله بلاقي ولادي جملة زقفية بالزبط كده لو اشمعنا احنا دي شايلة ليه ده تصرف غريزي وكأن انت كأنك اللي اتنين اتفقوا على نفس الحاجة اللي ما بيتفقوش ابدا بالزبط كده انك قلت لي المسأل ده لانه ده تصرف غريزي جدا فهو طول ما انت بتعملي كده طب ايه الحل بقى ان انا ما اهتمش بابني صغير لا اهتم بس اثناء اهتمامي بابني الصغير ده اهتم بابني كبير في نفس التوقيت مش بعديه لانه مش هيفهم ترتيب جدولك او الشركيهات لي يا حبيبي كذا تعال نلعب كذا الحل السحري الفكرة مفهوم توجيه الطاقة اللي تكلمنا عنه بكل توسع توجيه الطاقة هنا ايه جزء رئيسي من طاقة ابنك واجهيها نحية انك تشغليه فيما يخص المولود الجديد خليه هو مسؤول عن اختيارات لبسه من حيث الالوان خليه هو يقعد معاك يطبق هدومه بعد ما بتعملوها مثلا او بعد ما بتتغسل وبتاع يتعود وتوضبه السرير مع بعض لكن هو كبير وديه له الاحساس ده وغزي جواه الاحساس ده ولو تعود على كده هترتاحي راحة ما بعدها راحة ده انت عارفة حكاية بس انك تقوليله ايه لما اخوك يسحى تعالى قولي لو انت مثلا في المطبخ لما اخوك يعيط تعالى قولي وابتديك تشفي معاه وسأليه قولي له مثلا يا فلان باسمه يعني كبير تفتكر نعمله ايه عشان يسكت فهتلاقيه هو الطفل الصغير بيخترع حاجات هيقولي طب يا ماما نلعبه بالحكاية الفلانية طب نقعده مثلا في البوسات بتاعته دي اللي هي البتاع اللي تتهزي دي طب اخي قعد جنبه اطبطب عليه هتلاقيه هو بيقترح ليه ما تحسسيهوش انه منفصل اهم حاجة يجاد ربطة سحرية خفية ما بين الصغير والكبير والاطفال الكبار بيستمتعوا بالحكاية دي مش بس بيتقنوها بيستمتعوا بيها بتبسطهم انهما بيبقوا مسؤولين فامتي مسلا وانتو خارجين تقولي له ايه طلع له بقى لبس كده او ايه رأيك اختار له انت حاجة على زوءك حتى لو انت انها شايفة الوان مش مناسبة او حاجة زي كده فوتيها وبعدين في حاجة يا دكتور كمان تلات سنين الام دي لو عملت اللي احنا بنقول عليه او النصايح لحضرتك قلت لها عليها دي هيبقى الكبير عنده تسع سنين ده كبر بقى ممكن ساعتها فعلا يبقى واخد بله من اخوه الصغير ويأثر على سلوك اخوه النخوي بقى اهدأ لانه الامر الواقع ان الصغير من اول ما مدركه هتبتدي هيبقى ده الايدل بتاعه هيبقى ده الايدل بتاعه هيبقى هو لا الام بقى ولا الاب الغائب ولا ده اي كلام في الاخر بيقالت اخوتكم تاخد المسألة بهدوء وما تفتكرش انها حالة خاصة او حالة يعني ندرة ده موضوع كبير واللي احنا قولي نقوله حالا ده كحلول ملايين وملايين من الامات على مستوى العالم يتعرضوا للموقف اللي هي بتحكولنا ونفزوا اللي احنا بنقوله ده ومرت المسائل بكل سنة